الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزبنا علما وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين وبعده في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وصلنا إلى الباب الثالث عشر بعد المائتين باب الخوخة والممر في المسجد الخوخة هو الباب الصغير في الباب حديث واحد هو الثالث والخمسون بعد المائتين راوي الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عابدا بين الدنيا وبين ما عنده فبكى أبو بكر فقلت في نفسي أي أبو سعيد الخدري قلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد الذي خير وكان أبو بكر أعلمنا فقال أبو بكر لا تبكي إن أمن الناس أكثر الناس إحسانا علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث بواب له البخاري باب الخوخة والممر في المسجد أي أن هذا الباب يذكر فيه الأحاديث التي تدل على جواز اتخاذ الخوخة بفتح الخاء وهي الباب الصغير في المسجد معنى الحديث يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم أي كانت خطبة النبي في مرض موته الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم حيث خرج عاصبا النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فصعد المنبر فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده أي بين البقاء في هذه الدنيا والانتقال إلى الرفيق الأعلى والأنبياء يخيرون بين أن يطيل الله أعمارهم أو أن يعودوا في الوقت الذي حدده ربنا سبحانه وتعالى لهم ونبينا صلى الله عليه وسلم خير فاختار ما عند الله عند ذلك أي اختار أن يذهب إلى الله يموت ويذهب إلى الله إلى الرفيق الأعلى عند ذلك أبو بكر الصديق بدأ يبكي فقلت في نفسي أي راوي الحديث ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله أي فقلت في نفسي هذا شيء لا يبعث على البكاء لأنه لم يفهم المعنى شخصيا لم يفهم المعنى قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير أي المقصود بهذا العبد الذي اختار ما عند الله هو رسول الله ومعنى هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينعي نفسه أن يخبر الناس بقرب الأجل وموته ويخبرنا برحيله صلى الله عليه وسلم يقول راوي الحديث وكان أبو بكر أعلمنا يعني أفهمنا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالها أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر أي أكثرهم إحسانا إلي هو أبو بكر الصديق ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر أي ولو كان هناك أحد من البشر يبلغ من نفسي منزلة الخليل لكان أبو بكر إنما الخليل هذه المحبة الكاملة تكون لله سبحانه وتعالى ولكن أخوة الإسلام ولكن لي مني أخوة الإسلام أما خلتي فإنها لله وحده فهو عز وجل الذي انفرض بكمال محبة له دون سواه هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يبقين في المسجد باب إلا سد جميع الأبواب تسد حتى حجراته الشريفة إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فإنه يبقى وحده دون سائر الأبواب هذا الحديث يستفاد منه أولا الإشادة بفضل الصديق رضي الله تعالى عنه وإحسانه لرسول الله وهكذا الصديق يكون لصديقه يحسن إليه قدر ما يستطيع وذلك نتعلمه من فعل أبي بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني جواز اتخاذ الخوخ في المسجد كما ترجم البخاري يعني يجوز أن نصنع بابا صغيرا في وسط الباب الكبير ثالثا أنه لا خليل للنبينا صلى الله عليه وسلم إلا الله وحده لأن الخل كما قال ابن القيم رحمه الله معناها توحيد الله بالمحبة توحيد الله بالمحبة وهي رتبة لا تقبل المشاركة فينبغي أن يكون أعظم محبوب لدينا هو الله رب العالمين وبعده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الوالدين والأبناء ومن تحب ومن تحب نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلوبنا بمحبته اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا